علم الله بالمخلوقات بعد إيجادها يعني هسا شوف الله يعلم بها قبل أن يخلقها هسا خلقها فيعلم بها بعد أن خلقها وهذا يعني الحقيقة الموضوع كلش مهم ليش؟ لأنه إحنا لما نتحدث عن العلم بالمخلوقات بهذه الكثرة العجيبة الغريبة فهذه تدلنا على عظمة الله عز وجل وإلا يعني الآن هذه الخلائق لا عد لها ولا حصر يعني أنت من السولف الآن ممكن إحنا بخواطرنا نتخيل الخلق هذا اللي في هالمجرة هاي فقط شاول باقي وين يعني؟ الآن هاي المجرات الأخرى هاي الأفلاك الأخرى اللي ما وصلها البشر هاي حسبها لك فارغة يعني ما بها حياة؟ يعني بعض الناس يصورون دائما يسئلون سؤال أكو حياة على المريخ؟ شنو كهان؟ هو يصور أكو حياة يعني يكون مثل حياتنا يا أخي هو أكو مكان ما بي حياة؟ هو أكو فراغ أصلا؟ الإنسان لو كشف الله له الغطاء لما رأى فراغا أصلا؟ كل هذه الخلائق مملؤة بالمخلوقات هذا مقفرات المجرات بيها حياة أخرى ومخلوقات أخرى والكواكب بيها وما بين الكواكب مخلوقات وفوق مخلوقات جوة مخلوقات لا عد لها ولا حصر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعها ولا أن يتوقع نوع الخلائق لكثرتها أحيانا الإنسان شوي يحصر الخلائق يقول أسا شنو نوع الخلائق الموجودة؟ ملائكة وإنس وجن وشنو بعد؟ مثلا حيوانات مثلا خالي المخلوقات وبعض نباتات أكو أشياء أخرى أكو أشياء أخرى لا نتوقعها لا هي ملائكة لا هي جن لا هي إنس أكو مخلوقات لا يتصورها الإنسان أصلاً على أي حال العلم بكل هذه المخلوقات شنو الدليل على أن الله عز وجل عالم بكل هذه المخلوقات بعد إيجادها شنو الدليل على أن الله عز وجل يعلم بالمخلوقات بعد إيجادها دليلان الدليل الأول أن المعلولة حاضر بوجوده العين عند علته ومحتاج إليه ومستند عليه لا يغيب ولا يحتجب ما يعني؟ إخواني معنى هذا المطلب أن الخلق لما خلقه الله عز وجل ما انفصل عنه إنما بقى حاضر بين يده بمجرد أن ينفصل عنه يصيبه العدم ولذلك لا يتركه لا يغيب عنه يعني الله لا يغيب عن خلقه ما يصير أصلاً خلي أضرب لك مثال الآن مثلاً هذا المصباح القدامي هذا الآن بينه وبين النقطة مالته شنو؟ كهرباء مجرد ما تنقطع الكهرباء شيطفى حياة هذا المصباح يعني ضوء هذا المصباح مستند بدرجة مئة بالمئة بيمن بهذا الاتصال مجرد ما ينقطع عنه شنو؟ يطفل بين الخلق والحق علم علم الله تدبير الله رزق الله عطاء الله كذا 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 هذا ما ينقطع لأنه أساساً أساساً هذا الفيض اللي بين الحق والخلق استناد الخلق عليه يعني أنت أنت ما تغيب ما تبتعد لحظة عن الله هذا هذا يعني حقيقة الموضوع هذه حقيقة الموضوع أن الله عز وجل أنت حاضر بينه لا تغيب عنه ولا تحتجب عنه وتستند إليه بكل لحظاتك وآناتك يعني ما تبتعد عنه لحظة ليش لأنه شلون يبتعد ما يقدر يبتعد وكل مستند إليه الخلق كل مستند على الله لأن العلة الحقيقية هو الله عز وجل فعقلاً المعلول المعلول يستند على اليمن على العلة ما يبتعد عنه مجرد ما يصيب العدم ما يصير ولذلك إخواني ما يبتعد ما يبتعد أبداً هو هذا حاضر بين يده قائم به مستند عليه مفتقر إليه محتاج إليه يفيض الله عليه يعطيه يرزقه يحميه ما يكون ما يصير أبداً ما يصير ولا لحظة العبد محتاج إلى الله في كل لحظاته بس شنو محتاجه هنا محتاج بالبرزخ يزداد احتياجه شوفوا أخواني أكثر لحظات يظهر بيها العبد يظهر بيها هذا الاحتياج وهذا الاستناد هي لحظات الضعف لأن الإنسان من يطبه بعالم الكثرة والهوسة والشغول ومدرشيني والإنجازات ومسائل بيها قوة بيها كده يمكن يضغيب عنه هاي الحالة يمتى العبد يعني السؤال يعني يمتى يشعر بقوة الله حينما يشعر بضعفه فكلما ازداد ضعفك شعرته بقوتي حال الإنسان قبل عشر ثواني خمسطعش ثانية نص دقيقة من يريد يزرقون لأبرة المخدرسة ولا عملية هذا يشعر فيه تمام شنو؟ تمام الضعف استناد السا نعم يمتى يشعر فعلاً الإنسان بهذا الضعف يشعر الإنسان بهذا الضعف بهذا الاحتياج لما يضعف يضعف ولذلك مرات أصحاب البصيرة أصحاب البصيرة يعيشون أحوال اللجوء إلى الله في ساعات ضعفهم كما هم في ساعات قوتهم ولعله أكثر أما إحنا الملوثين في ساعات ضعفنا نلتج إلى الله أقوى لما الإنسان يصير عدة ضعف يشعر بالقوة الإلهية بالعظمة الإلهية يمتى بالضعف الشاهد هاي حقيقة المطلب ولكن عيش الإنسان بهذا المطلب يحتاج لباطن قوي يحتاج لباطن قوي بحيث الإنسان شلون يعيش حالة الاتصال مع الله عز وجل وإلا هي في الحقيقة متصل العبد متصل بالله رزقه على الله حمايته من الله عطاءه من الله هيمنة الله علي هذا اللي يكونون موجودات الآن أغفل اللي يريدون أهل الله شنو أن يرجعون حضورك بين يدي الله واستشعارك أنه هو مهيمن عليك يعني القضية القضية بالحقيقة يمي يمي مو يم الله عز وجل وإلا هي حقيقة المطلب أن الله عالم بأحوالك مهيمن عليك المشكلة وهي المشكلة أنا أنسى هذه الهيمنة أنا أنسى هذه القوة التي تسيطر عليها لذلك يحتاج العبد أن يعيش حالات ترويض نفسه على الحضور بين يدي الله عز وجل وهذا يعني إحنا مع الأسف بصلاةنا ما نقدر ندبره مو بطول حياتنا يعني تخيل أولياء الله الحقيقيين هو عايش بمحظر الله 24 ساعة في مزاحة في جديته في أكله في أكله في شربه في طلب علمه في عبادة في كل أحواله هو بين يدي الله هو في محظر الله الإنسان وين ما يروح هو في محظر الله المشكلة وين المشكلة كم واحد بينه يستشعر الحضور الإلهي هايا هي كم واحد بينه يعني بحيث ما ينسى أن الله الآن مهيمن عليه ومسيطر عليه وعالم بأحواله ولذلك تشوف مثلاً واحدة من المطالب الأخلاقية والسلوكية المهمة أنه يقل لك حضور القلب في الصلاة حضور القلب بس بالصلاة هو المفروض حضور القلب 24 ساعة المفروض العبد 24 ساعة هو عايش أنه شنو بمحظر الله الله عالم بأحواله ومسيطر على أحواله ويراه احنا بالصلاة ما ندبرها شوف شوف تأخر تأخر الإنسان في السير إلى الله شقيت كبير بحيث العلماء يعقدون دروس ومحاضرات ويؤلفون كتب على شيء اسمه حضور القلب في الصلاة من تسأله من يقولك يعني هو حضور القلب بس بالصلاة يقولك لا بس هي بالصلاة ما أكاضيها وإلا الإنسان المفروض هو بين يدي اللا يمشي قاعد نايم يأكل يشتغل يتكلم يكتب في كل أحوال يتكلم مع الناس يتكلم الناس يعني هسا جم واحد بنا يسولفون بيناتهم اثنين ويسولفون ومسالفة مو صحي أقول لهم يسكت شنو أقول الله يسمعني شو ما واحد يعيش هذا الشعور يسكت عم صديق شو إذا أنا إذا أتكلم معي واحد بالتليفون وأدري المكالمة مسجلة أو أدري المكالمة أكو ثالث يسمعها شقدك تضروحي أعيش شعور أنه أكو ثالث يسمعني صحيح فشوف أضبط كلامي ما أنتثغرب زين زين إذا هو الله عز وجل إذا هو الله عز وجل ومنا راح ندخل في مطلب أخلاقي في غاية الأهمية وهو مطلب المراقبة العلماء في علم الأخلاق يقولون تسكية النفس واجب مثل الصلاة والصيام واجب على الإنسان أن يزكي نفسه طيب هاي تسكية النفس بها فات سبع طرق ثمان طرق واحدة من هاي الثمان طرق يسمونها المراقبة أعظم درس أعظم درس في تسكية النفس المراقبة طبعا نساء مو بس تسكية النفس بالحقيقة هو الإنسان يعني الحمد لله القرآن ورواياته البيت وعلماء الأخلاق منطين فد عدة طرق لتسكية النفس يعني حتى الإنسان يزك نفسه المجاهد الحب الإلهي الرفيق الصالح العباد أشياء كذلك الذكر وغيرها يعني بس واحدة من أعلاها من أعلى طرق تسكية النفس هي شنو؟ المراقبة المراقبة إذا ما عاش هالإنسان ما يقدر يزك نفسه ولذلك السؤال ليش الآن بعض الناس ليش بعض الناس بمناطقهم ملتزمين من يسافرون شي يصيرون يخربطون ليش؟ لأن الرقابة الاجتماعية الموجودة عليهم تخليهم شنو؟ يلتزمون إذن هذا جاء يراقب بس يراقب من؟ يراقب المجتمع مرات لا الإنسان ببيت ضابط روحه خارج بيته ليش؟ لأن أكو رقابة وين؟ داخل البيت رقابة رقابة ليش الإنسان مثلا في محل عمله يكون شي من يطلع يقول خلصنا يا شكرا هذا شنو يعني؟ إذن الإنسان ينضبط بمن؟ ينضبط بالرقابة لازم أكو رقابة فوقه فما بالك لو كانت هذه الرقابة رقابة الله ولذلك هنا العلماء يعني هو يوسعوا في هذا المطلب مطلب المراقبة قالوا المراقبة أعظم كيفية من أعظم كيفيات تسكية النفس شنو؟ المراقبة وحي على نوعين شوف المراقبة لها معنى معنى أن يعتقد الإنسان أن هناك عينا تراقبه والعظيم بهذا الموضوع أنه هاي العين اللي يتراقب مو بس تراقب تراقب وتشهد باشر وتحاسب يعني أنت عدنا مثل يقولك شايف مثلا إذا مشكلتك وي القاضي؟ شايف تشي إذا هو القاضي نفسه شنو؟ الشاهد فالموضوع شنو؟ أصحاب فما بالك لو كان المراقب هو نفسه الشاهد وهو نفسه الحاكم ونستجير بالله أن يكون المراقب والشاهد والحاكم خصم لا هاي هاي كارثة هاي هاي كارثة يعني يكون الخصم هو نفسه شنو؟ الحاكمة الهان الآن من أعصي من أعصي أنا جاء أعصي نفس العين اللي يتراقبني هاي العين راح أصير شاهد وحاكم وخصم والأمر شنو والأمر جلل هذا أمر صعب وهذا يعني حقيقة الإنسان يراد شوية شوية يروض نفسه عليها شوية شوية يروض نفسه عليها ولذلك قالوا هاي العين على أقسام العين الكبرى الحقيقة العظمى وهو الله عز وجل الله هو هو الإباوة بسم الله الرحمن الرحيم يعلم خائنة الأعين وما تخفل شنو هاي يتخوف هاي السخائنة الأعين هاي الرمشة هاي الرمشة يعرفها إذا أباوعت شو مركز الأكبر منعتها وما تخفل يعني أنا هاي سحشي هو يسمعني سحنا مون سولف بقلوبنا سولف بقلبنا الإنسان يجوز مرات مرات الإنسان نستجيره بالله ما يحرق قلبا بالشريعة هذا مو ذنوب بس هو يسمحها وهي هم تخوف يصافن هتشي وبقلبه يحتي أشياء غلط والله يدري بيه لو ما يدري هاي همعب إذا نسوله بالدقة غير هاي همعب فما بالوك بالأكبر أن يأخذ غيبة بالسانة أو يكذب أو مثلا يعمل المعصية وأنا معتقد بأن الله شافها الله اطلع عليها فالثنين يتراسلون فالثنين يتراسلون شفافين أكو إحنا عدنا رواح كل الشفافة سبحان الله الحمد لله ترى زماننا خوش زمان حقيقة يعني حياتنا زينة ناسنا زينة واحد من أهل الله يقول أنا أراسل فد واحد 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 يقول أراسل فد واحد يقول هذاك كتب يقول أنا نسيت روحي كتبت كلام غلط كتبت كلام غلط ما أدري يمكن استهزئت بي أو اتجاوزت علي أو أفت كلام أسا كلام سأخوه ما تريد تقرأ المحادثة لا تقل لي شنو كلام يقول كتبت كلام خطأ رأسة مسحت يقول أنا رأسة مسحت الطيتها شنو طيتها حذف فسألني قال ليش حذف قلت لمو الله قرأ شوف هاي جايت لاحظون الشفافية بالمراقبة هنا قلت لمو الله قرأ قال يابا الله قرأ حتى لو أن مسح هم الله قرأ يقول فأنا نسيت روحي ما درتم وياي إذا وصل الإنسان هو الله قرأ سواء مسحت أو ما مسحت الله قرأ بس يا لابن قد ما لسه نفسه استحى من الله مش مسح مسح الكلام هي تشي أكو أرواح نقية أرواح نقية بحيث يراقب الله بكتاب بكلام بغير هاي مراقبة العين الإلهية هاي يحتاج لها إخواني تروير إنه أنا من أريد يعني أسوفت شيء أنا خليني معتقد دائما أن العين الإلهية شنو تراقبني تراقبني حتى لي بقلبي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور الصدور تخفي يجوز الصدور تخفي ضغينة يجوز كراهية يجوز حقد يجوز سؤظن يجوز وساوس يجوز أكاذيب يجوز خيال محرم يجوز أشياء محرمة هذني هم الله يدر بيها حتى ذني هم الله شنو هم الله يدر بيها فشقد يحتاج الإنسان أن يلتفت إلى هذه العين أكو آية بالقرآن أخطر من هذه يعلم السر وأخفى هس السر جواء الأخفى شنو ما عدرت شوف 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 صعب السالفة يعلم السر شنو وأخفى الأخفى من السر هم يعلم بي فكم يحتاج الإنسان إلى إلى مراقبة الإنسان إخواني إذا وصل شوية من هالأحوال رح يتأدب إذا الإنسان وصل شوية من هالأحوال رح يتأدب رح يتأدب بين يدي الله لأنه يقول لك أنا كل هن ذني قدام الله يريد يأخذ غيبة يقول لا الله يسمع حرام يريد يتكلم يقول لا الله شلو أنا شو نقول لله دائما يلاحظ يلاحظ شنو يلاحظ الرقابة الإلهية تراقبه وتلتفت إليه أكو رقابة أخرى مو بس الله جاي يراقب عندنا روايات تقول رسول الله هم يراقب رسول الله هم يراقب يعني الله يشوفني ورسول الله يشوفني وبعد والأئمة هم يشوفوني ها شوف هذه هم بعد شنو الأئمة هم يشوفوني يعني وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون المؤمنون من هنا الأئمة سلام الله فالأئمة هنا مني يراقبوني قل لليلي ما هاي آية حس أسوف عمل المؤمنين ما ما لون الآية ومؤمنون مؤمنون مؤمنون لا يدار العملي واحد يروح يعمل عملي ما يشوفون مؤمنون مو المؤمنين ين نحن المؤمنين احنا لهمة عليهم سيقول الله عز وجل مطينا شنو مطينا رقابة رقابة عليكم ولذلك شوف الآن إنسان قد يقدم على عمل يكون يخلي شنو العرب يقولون في المثل كلش لطيف ذولة شوف قد تجد الحكمة بأفواه العجائز والشيبة قد تجد العرفان العملي كل اللي يكاتبين بي عشرات الصفحات تلقاعد عجوز يسولف بيه تلقاعد رجال شايب شبير يسولف بيه تلقاعد طفل صغير يسولف بالسالفة هي كي طالعة هي يقل له حطى الله بين عيونك انت بدوام تداوم وتاخذ رشوة حطى الله بين عيونك الله جاي يشوف الرقابة الإلهية الرقابة الإلهية ورقابة رسول الله ورقابة الأئمة سلام الله بعد عكو نعم والملائكة اللي يمخليهم الله شنو اللي يمخليهم الله وياي ذولة اللي يكتبون حسناتي وسيئاتي هم سالم ذولة شنو هم يشوفون السالفة الملائكة ولذلك يشهدون وبعد المكان 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 اللي أنا قاعد بيه هذا هم يشهد علي جاي يراقبني الزمان الوقت هم يشهد علي ويراقبني فشوف الأمر شكت كبير قال كلها شهود فأنت كلها لازم يتراقبها كلها لازم يتراقبها شوفوا إحنا عندنا بعض يعني أخلاقيات أهل الله يقول له يعني يريد صرفة شي يقول لا هذا المكان يلفت خصوصية هاي لها خصوصية الزمان الوقت الى خصوصية البيت الى خصوصية الغرفة هاي لها خصوصية هاي أرواح يا أخي أكو نوع ثاني من المراقبة وهو الأشهر وهو أنه أنت تراقب نفسك حسنا ذاك النوع شنو الله يراقبك النوع الثاني من المراقبة أنه أنت شني تراقب نفسك فشقد راح تكون دقيق يقولون فاد واحد من الطلبة يجل واحد من العلماء قال لي أريدك تطيني درس بالمراقبة لأنه المراقبة يعني ركن من أركان السير والسلوك الى الله فأنا أريدك تطيني درس بالمراقبة قال لي ايه أريدك تروح للسوق وشكوا شيء تشوفها بالسوق السولف لياه قال له سهلا راح صاحبنا خلالة فره بالسوق ورجع قال لي شفت محلات ناس يبيعون كذا ناس يبيعون كذا شفت رجال شفت نساء شفت أطفال شفت عربين شفت محلات شفت ما أدري السولف لقل زيان فنطا كاسة مي مملوء ماي كاملة قال لي هاي أريدك تخليها على راسك وتروح لنفس المكان اللي راح تلع تفتر ومن ترجع قال لي شفت قال لي سهلا حسبالة سهلا خلال شين سموها السهلا كاسة دول كاس صلاحية شنو خلالها خلالها على راسك ويمها مملوء ماي وقام يمشي قال لي قطرة ما تطيح فالشور راح يمشي أول يمشي على كيف ثاني ينقل بعد ما يبوع منها منها لا تطيح فصار باله كل يمه وهو يمشي بالقوة يكمل الطريق رجع قال لي شفت قال لك إش ما شفت قال لي قال لي انشان بالي فقط يمن يم الماء قال لها هي مراقبة النفس اياها أنترااقب نفسك شلو راقبت هاي الكاسة الكاسة ما للماء ما طاحت من رأسك ولا طاحت الماء نفس الشي لازم ترااقب نفسك ترااقب نفسك تخلي نفسك كأن ما أخلي نفسي قدامي وقلتفت لها ش تقول هاي صح له غلط ش تسوي هاي صح لو غلط هذه بالدقة يعني بالدقة أن الإنسان يراقب نفسه بكل تصرفاته بكل حركاته بكل أفعاله بكل أقواله تماماً أنه هو يراقب نفسه بهذه الطريقة الإنسان إذا راقب نفسه صحيح بالبداية يتعب لأنه التفات التفات على شيء واحد فطبعاً شوية يتعب فهو يدري إذا قعد وإي فلان يأخذون غيبة فيراقب نفسه إذا قعد وإي فلان ما يأخذ غيبة يدري إذا لزم موبايل وهو يدي نام ممكن يعني تظهر له صور مو لطيفة لو يقلب أشياء مو حلوية لو ما يدري شيني إذا يراقب نفسه يشيل الموبايل يخلي وين خلي في مكان آخر يا هذا الباب اللي يجيك منه ريح شنو خلاص خلاص من عنده خلي وليسها شنو يعني بس هذه فأني أدري بنفس الثغرة مالتي هو في هذا الوقت مع هذا الجهاز أنا راح أنظر أشياء راح أخرب فاش أسوي يقول له حج عمي من رخصتك روح نام رحمل والديك طفي ودي وين تودي في هذا مكان آخر وخلاص من عنده هاي تهت أنا أدري بنفسي فيه حد دائرة أغلط بعد شنو خلاص أنا أدري بنفسي إذا تكلمت مع هذا إذا طولت بالكلام أخربط خلاص ما أخربط وهكذا أراقب نفسي يقول أمير المؤمنين عليه السلام إنما هي نفسي أروضها على التقوى خلاص صحيح مراقبة النفس يعني أعلى طرق تسكية النفس أنا أخلي نفسي قد وأدقق شوية أرتب أرتب شايفين إخواني ذول الإخوان اللي ينحتون سوون يعني تماثيل وما أدري إيش كذا سأشرعن فيها في مشكلة بس هذا اللي ينحت كنت تروح تشوفه مثلا جاي ينحت رأس إنسان يعني ممكن يظهر عندكم بعض الصور بالشي سمونا مواقع التواصل نحت لدرجة دقيقة يعني هذا كأنما ما أعرف الدقة يعني بحيث هذا المنحوطة هذا التمثال هذا أخوة أصلة طين صحيح؟ مثلا طين أو مادة أخرى ما أدري قل هذا إيش قد دقق لما سواها هيتش النفس نفس الشي هاي نفسي قدامي أنا أرتبها أعدلها أضيفلها لمسة جمالية يعني لمسة جمالية يعني شنو يعني فد ذكر ضيفلها لمسة جمالية ذكر يعني أو مثلا فد أخلاقية معينة أنا كل ما يعني أصلي أسوي هذا التسبيح وراء الصلاة هاي لمسة جمالية أضيفلها جمال كأنما أنت اعتبر نفسك طينتك أنت إنحتها شنو على ذوقك بشيء جميل صحيح؟ وهكذا أما هذا صايرة هاي واحد ناحث له في التمثال كبير وراء ما أكلش كلش خلصه طايح وخاربه طاب هش ما على ودون شي مجنو كذا أحيانا هم هيتش تبني 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 وطاب واحد عليك شنو رون سايت وخربها كله وتعال نرجع شنو من جديد الصير هاي أحيانا شنو الصير النفس نفس الحالة إنما هي نفسي أروضها على التقوى الدليل والثاني ساعة الوجود ادل على علم الله ساعة ساعة الوجود هاي الكثرة الموجودة ادل على أن الله عالم بهاي الخلائق وراء ما خلقها مو بس قبل ما خلقها ليش لأن الإنسان حتى الإنسان إذا تجرد هيمن الله باعتبار أنه فوق كل قيد الله باعتبار أنه فوق كل قيد لا يحده زمان ولا يحده مكان ولا جسمانية ولا ما شابه ذلك هذه ساعة الوجود هذه الهيمن الإلهية ادل على أن الله عالم بأدق تفاصيل الخليقة بعد الخليقة ليش؟ لأنه بلا قيد ومن يكون بلا قيد ومن يتجرد يهيمن يسيطر خلي أضرب لك فد مثال بسيط الآن أنت قاعد ببيت البيت بصفة سكة قطار سكة قطار بينك وبين سكة القطار على سبيل المثال 40 متر الغرفة المطلة على سكة القطار بيها نافذة صغيرة سا فتحة صغيرة سميها هذي تجي هذي تجي تجي صغير وأنا أباو على سكة القطار من هاي النافذة الصغيرة أجي القطار سؤال أنا ش راح أشوف من القطار أحسنت ما راح أشوف القطار كله راح أشوف من القطار على قدر شني الرازونة على قدرها صح إذا مر القطار وعبر بعد إذا عبر القطار ما أشوف رأسه صحيح ولا أشوف شنو نهايته الآن شوف المثال الثاني عندي فد فد مكان مفتو فد شي هنا يتحرك شنو مثليش الآن أنا قدامي في الصينية بهدودة القز هاي اللي يمشي الآن جاي أبقى عليه فالطريقة هاي سهية هيتش قدامي وبقى أبقى إيش جاي أشوف أشوف أكلها راسها ذيلها حركتها طلعتها طب ليش أنا جاي يشوف الكثير لا لأن أنا ما مقيد ما كو قيدي قيدني مو مثل مثال القطار مثال القطار اللي مقيدني شنو الجدار فكل ما ازدادت القيود قلت الرؤية كل ما ارتفعت القيود كل ما تجردت من القيود زادت شنو زادت الرؤية أعيد أعيد المثل الإنسان هاي صالح شاء الإنسان الإنسان اللي قيودة كثيرة لأن مقيد نافذة صغيرة اللي أنا الآن بهذا المثال ما لدودة القيز ما عدي قيود الفراغ اللي بينه بين المكان كل شنو كل بدون قيود فأني أتابع شنو أتابع أكثر لأن مهي من أكثر فأشوف حركتها طبتها طلعتها ليش لأن متجرد إذا مقيد زين فكيف بك لو قلت لك بأن الله وقيت بأن الله لا يحده حد لا زمان ولا مكان ولا جسمانية ولا حجاب وكل شي معكم هايمن فإذا أم هايمن شي يشوفني يشوفني كاملا يشوفني كاملا يشوف ماضي وحاضري ومستقبلي وما سيكون وما سيأتي وأين سأذهب ليش لن هو شني هايمن علي شوف هذا الأمر هكذا بهذه الدقة فلما نقول بأن الله سبحانه وتعالى يعلم بالخلق بعد الإيجاد ليش لأن الساعة كبيرة واسع فلما يكون واسع يكون شنو مهيمن جل جلاله يكون مهيمن فإذا فإذا كان مهيمن خلص سيط عد علم بالإيجاد قبل الإيجاد وعد علم بعد الإيجاد ولذلك لو تذوق الإنسان هذه المطالب لشنو لطمئن لأن الله لأنه رح يؤمن بأن الله اللي أحسن خلقه سيحسن خاتمته ولهذا السبب يشوف الطمئنينة اللي يعيشونها أولياء الله كأنما يعني ماكو شي أنا الآن من أقرأ الظلامات اللي مرت على أهل الله أقول عجيب شون تحمل وشون صار ليش لأن أنا مقيد أنا أنظر للحقائق من هاي الكوة الزغيرة النافذة الصغيرة ذاك ينظر للحقائق وهو شنو وهو مهيمن فيعرف فيعرف مبتدأها ومنتهاها لذلك تشوف شني يضربوه يقول فستو رب الكعبة عجيب شنون فزت يا ذر يابا ضربة على الرئيس والدماء يقول فزت إيقال أنت تشوفها ضربة أنا أشوفها قرب أنا أشوفها جاية خلاص تجر خلاص خلاص فستو رب الكعبة